موسيقى موسيقى يامس الخيرات والاشراق اللهم ارزقنا اياما طيبة يا رب دايما يومكم كل خير وصحة وسعادة وسطر ودايما كل الامنيات الحلوة من ستات لمشاهدي ستات متعودين كل فترة نقرأ معاكم المشاكل اللي ستات بتنقشها على السوشيال ميديا وبيكونوا محتاجين يسمعوا فيها غراء تاون عليهم تدلهم على سكك اوسع في الحلول فاكرين من فترة كنا عرضنا مشكلة الست اللي اكتشفت ان جزها بيحوش من وراها رغم علاقتهم الكويسة ببعض وكانت محتارة تواجهه ولا تعمل ايه النهاردة لقينا ست جميلة منفصلة بتسأل بتعمله ايه مع الاب اللي قرر بعد الانفصال يتخلى عن بنته تماما وبعد ده بشكل غير مباشر انه مش عايز يشوف البنت ولا عاوز يكون له علاقة بيها وعمل يعني كل التباعد والبعد بينه وبين البنت اللي هما الناس يعني اللي بيطلق ولاده هو بيطلق مراته اسوأ شيء انت بتطلق الام لكن مش بتطلق الاسرة مش بتطلق الولد مش بتطلق البنت اسعب واقصى شيء ان انت تطلق الابناء وانت بتطلق الام او ان انت تطلقي الابناء وانت بتطلقي الاب المشكلة دي كبيرة جدا ولازم ان الناس يكون عندهم مسئولية الابناء ما يكونش عندهم هذا الأداء الطفولي والهشاشة النفسية اللي ما تخلهمش عندهم مسؤولية المهم البنت دي القصة اللي احنا بمحكيها دي عندها سبع سنة الحقيقة أن الموضوع تقيل جدا أكيد على القلب والشيلة تقيلة والله يكون فعول أن الأم دي ومش فاهمة زي الأب دا يجيله قلب يعيش حياته وحتى منه ومن صلبه ما يعرفش عنها حاجة عارفة أنكم كتير عارفة أن اللي زيكم كتير جدا كمان عارفة وده أسوأ شيء اللي كنا بنقوله أن لما حد يعاقب الستة على إصرارها على الطلاق فيقول لها شيء للشيلة أو إشراب يبقى أو يتهرب من أي مسؤولية أو يطلق الولاد مع أو قبل طلاق الأم المهم أن هي كأنك قررت تخليها تندم على اليوم اللي قررت تمشي من حياتك هي مشت بس في اسم مرتبط بيك في دم في مسؤولية في إنسانية في فيه اللي بيحصل ده مش رجولة وماش عدالة أصلي مش هي بتشيء أنت مش بتشيل إيدك من مسؤولية مصروفات ولا التزامات ما ديها بس أنت بتشيل إيدك من فكرة كونك أب من الإحساس بالأمان من الإحساس بالسند من الإحساس أن الدنيا لسه بخير فكرة الأب دي حاجة كبيرة جدا لو تعلمون عشان كده الأمومة بالفترة والأبوة بالمعايشة وبالقرب وبالقرار وبالإنسانية وبي إن ربنا يحط فيك حاجات حلوة كتير علشان تبقى قب يعني دي هدية ربانية فكرة الأبوة كلمة بابا عمرك ما هتسمعها وإنت اللي هتندم على كل يوم ضيعته وإنت بعيد عن البنت أو الإبن اللي هم بيمثلو لك طاقة الحنان والدلع والطبطبة يعني هتلاقيهم فين المعينة دي كلها والأحساس الحلوة دي كلها اللي كون ممكن تعيشها مع بنتك أنت كده بتخسر خسارة فادحة لا يعودها شيء أما الأم فأنت مش مطلوب منك أي حاجة غير إن أنت تكوني الحضن لبنتك والأمان لها ويبقى عندك ثقة إن ربنا حيرضيكي وإن ربنا حيقف معيكي وإن ربنا مش هيتخلى عنك والأهم لو جات سرته لازم تقولي كل طيب ما تقولوش حاجة وحشة في حق الأب الذي تخلى رغم أنه يستحق ولكن إحنا عشان نفسية ولدنا وعشان استقرارهم وعشان سعادتهم لازم نقول على الأب الكلام الطيب كله نقول المجغول نقول مسيره يجي نقول عنده ظروف نقول لازم نعرف ظروف الناس لازم نقدر ظروف الناس نقول ما ناخدش مواقف قبل ما نعرف ظروف الناس المهم أهم شيء ما تشوهيش الصورة بنفسك وتسعدي طول الوقت إن الصورة تكون حلوة تكون طيبة تكون طبيعية لو أنت مش قادرة تخليها مثالية تخليها طبيعية بتشوهيهاش بأي طريقة عشان نفسية ابنك مش عشان اللي تخلى ده لأنه ما يستحقش كده بس إحنا بنعمل كده عشان ولادنا خليكي أنت الطرف اللي ما بيسبش ما بيعملش حاجة وحشة ما تقليليش منه مهما كان سيء خليه هو في روايتك أنت الأفضل والأحسن اوعي فكرة إنه شخص سيء أو السيرة السيئة خليكي عنصر الخير دايماً وخليه عنصر الخير في روايتك خليها هي تكبر بنتك وتعرف مين الغصن الأخضر اللي في حياتها ومين الأرض البور بس لما تكبر وتندق وتفهم مش وهي صغيرة خليكي قوية عشانها واحمل اللي في ويسك عشان تكمل اللي جاي من غير ما تلجأي له وحتقدري مؤكد هتقدري لأن كل القصص وروايات بتقول إن الستات دايماً بطلات وإن هما أقوى في كل وقت وإن هما بيحققوا معجزات ربنا يعينك ويعين كل ستات الجدعة اللي مكملة وهي يفطلها بدعم من أهلها ومن أصحابها وبردى ربنا وبطبطبط ربنا أكيد بتعمل كل يوم وبتعدي كل يوم في معجزة وبترضى وربنا بيراضيها أكتر وأكتر ربنا يكتب لكم دايماً الردى ربنا يدعمكم ربنا يكتب لنا دايماً أيام طيبة عندنا حلقة مهمة جداً أهم ما فيها أن أنتم محاضرين معنا يومكم زي الفل هنطلع فاصل ونرجع نبتفي حلقة التالي من المسؤول عن الإهمال العاطفي الزوجة أم الزوجة؟ الإهمال العاطفية معاناة خفية يعيشها الزوجان وخطر يحيط بعلاقتهما مهما مرت السنوات فقد تنشب بينهما الخلافات لكن لا يتطرقان للأزمة الأساسية ومشاركة المشاعر لا تلقى مسؤولية الإهمال العاطفي على عاطق جنس بعينه فهي لا علاقة لها بالمرأة منفردة أو الرجل منفرداً لكنها مسؤولية تقع على عاطق شخصاً في أغلب الأمر عانى من الإهمال العاطفي في طفولته وتربى على عدم الإفساح عنه وبين جد تحية مرة تانية لكل مشاهدين وزي ما شفنا في التقرير الإهمال العاطفي ممكن يكون بداية لنهاية الحياة ودايماً الحاجة للاهتمام ورعاية العاطفية الكافية من شريك الحياة والدعم والمودة والاحترام والأمان أمور طبيعي إنها تكون متوفرة في الحياة عشان تبقى حياة مستمرة بسعادة بدونها بتكون مؤسسة الزواج مهددة بالانهيار طول الوقت وفي أي وقت قصة الإهمال العاطفي دي فعلاً مشكلة كبيرة جداً جداً وفخ الإهمال العاطفي وارد إن هو يحصل في أي وقت لأن كل شريك عنده احتياجات عاطفية على الطرف الثاني تلبيتها لكن كتر الضغوط اليومية سرعة إقاع الحياة بتخلينا جميعاً نروح للوقوع في فخ الإهمال العاطفي أحياناً بيكون الرجل هو المسؤول من ويكة نظر ناس كتير وأحياناً برضه بنفس النسبة تقريباً بتكون المرأة المهمة هما الاتنين بيقولوا إن الإهمال رجل وفي ناس بيقولوا الإهمال المرأة هما بيتبادلوا الاتهامات لكن في الآخر النتائج سلبية جداً على العلاقة بشكل عام إحنا النهاردة بنفتح موضوع الإهمال العاطفي ومنورنا إحنا عندنا استوديو تحليلي للستات وبيبقى فيه ستات ورجالة إحنا عندنا ناس ضيوفنا هم أعضاء رئيسيين في الاستوديو التحليلي وبينضم لهم في بعض الأحيان أطراف جديدة فمن الأعمدة الأساسية في استوديو التحليلي للستات زميلنا الأستاذ أحمد عبدون أهلاً بيك أسعدتنا ونورتنا بشكورك أهلاً بيك إنتي والكاتب الصحفي أستاذ محمود الضبع أهلاً بيك أهلاً بيك والكاتبة ريهام نصير أهلاً بيك أهلاً بحضرتك هي من مؤسسي النادي بقى ريهام من أول الحلقات عملالك دوشة داية وهي معنا عملالنا سعادة والضيف الجديد بقى في استوديو التحليلي بتاع الستات النهاردة صانعت المحتوى إيمان سيف الدين بسكر على السوشيال ويدي نورانا إيمان اسلاميلي أسعدتنا ونورتنا أهلاً لسه بدري الموضوع إيه يعني إزاي أنا كرجل أحس أن أنا مهمة العاطفية هو الإهمال رجل ولا سبت لا الإهمال العاطفي رجل رجل لأن الرجل هو العنص الإيجابي في العلاقة ما بين رجل وسط وبالتالي هو قادر إن هو يحيي هذه العلاقة أو يطفيها أو يردمها أو ينهيها مهما الست تعمل من مجهود وتعمل نزيكة وتعمل ورد وتعمل أكل هو بيحبه لو هو مش عايز يشوف دا مش هيشوفه حيضمرها نفسيه وتدمر العلاقة إذن المسؤول العلاقة العاطفية نجاحها أو فشالها هو الرجل مش الست بالتأكيد أول مرة محمد أحمد عبدون سجل الزمان يغير كلامه في اتهام الستات بشكل موضوعي بس هل حاجة أنت النهاردة طبيعي صح؟ نهاردة في كامل قواك العقلية وطبيعية أنا عاطفة في بصل أنا أنا ببقى بتكلم حسب الموضوع من ناقشه يعني مش مع الراجل طول الوقت ولا ضد السبط طول الوقت بس أنا في النهاية بتكلم مع الإهمال العاطفي اللي قادر أنه يساعد مراته حتى أنها تحاول توقف هذه العلاقة هو الراجل إنما الراجل هو اللي يقدر يقدر الوهج ده هو اللي يقدر ينور السبط هو اللي قادر أنه يطفيها ويدمرها أنا أنا مش بتكلم على الفنانات والنجمات والإعلميات بكامعة الستة المصرية اللي احنا 120 مليون ممكن مثلا 60 سبعين النسبة الكبيرة النسبة الكبيرة واضح أن أنت معترض نظار قباني بيقولك من أشعل النيرانة يطفيها هو يشعل النيران وقت الإعجاب والخطوبة وبعد الجواز الإهمال يطفيها أيوة ما هي طالما ما فيش تجدير من ناحيتها هتلاقي الدنيا تبوز يعني لازم هي تجدير إزاي؟ هي تحافظ على الحب الرجل اللي بيدهولها تحافظ هو منحة بيدهولها؟ لا يعني هي بيدهولها دي؟ ما تنكريش أن كل المشاعر وكل الحب بتيجي من الراجل ما بتيجيش من الستة غالبيتها بتبقى من الراجل هكيلي ضرف بريتش صاحب المبادرة الأولى طبعا لا واحدة ستة كل الشعراء اسمعني بس من يمنح من يمنح اسمع بس كل الشعراء اللي أبدعوا وأساطين الشعراء في الحب والعشق والهوى رجالة مفيش ستات في الملف ده نهائي مطفق معايا فبالتالي فبالتالي الست لما ربنا يحبيها بنعمة زي دي تحافظ عليها مش هتعرف تحافظ عليها نعمة الراجل ولا نعمة الحب الاتنين الاتنين تحمد ربنا وتعمل تامتاني وتصلي هو طفق معايا تحافظ عليها تحافظ عليها إزاي؟ إنها تهتم بيه تقدر مشاعره وتقدر كل الحاجات اللي بيعملها لها ما تبقاش صدمية مش كل الستات اللي بتعمل ورد وشموعه وتجول اللي بتقول عليه ده والرجل هو اللي بيجي ينكد عليها مفيش راجل بيدخل بيته يلاقي الأجواء دي أنا عايز أقول لك مفيش راجل بيجي ينكد عليها بس هحكي قصة ونبي افتكرتها دلوقتي واحد صاحبتي كانت بتشكيلي إنها في يوم عيد جوازهم عملت شموع وعملت أجواء رومانسية وكده كان أول سنة فالرجل دخل قال لها إيه ده هو النور قطع ما هو قطع 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 جواه لا ده بجد قطع جواه بكل حبال إنها هي رد فعل ما هو الفعل ليه رد فعل فقطع جواه أي رد فعل إنها تحاول عز فاجر أحنا أمس لها تايب واجع مجل بيته أيو بس نوعب إنت اتفقت معايا إن الرجل هو من يمنح وبتالي من يمنح هو قطع قطع يمنح إنت قلت راجل هو اللي بيعمل أيو عشان في بدعة في المجتمع بتقول لك إن الستات هي أكثر رومانسية وأكثر عام صاحب المبادلات مستهني ثانيا واحد بدعة بتقول إن الستات أكثر رومانسية تايب الستات مش أكثر رومانسية اديني أمارة إن الرجال هم الأكثر رومانسية والشعرية بعيداً عن الشعرات لا 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 في شعرات كتير وفي كاتبات كتير طب بعيداً قيس في ليلة مثلاً من أشعار نظر قبالي طب هي ليلة هي الألهمة هي ليلة الألهمة قيس بس مين اللي بيتحرك مين اللي مشاعره بتجيش أيوة بس دول الفئة المندسة لا بتاعة قليلة أيوة هو كان متفق معايا بما يقول إن الرجل هو اللي بيعمل في الستات بتدور على فرصة لكن الرجل بتدور على فرصة بيقولك الستات بتبحث عن فرصة وراجل رجل بتدور على الحب أيوة انت قالب 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 الكون لا مجالبش الكون هو الواقع كده انت لو مش هتعترف بالواقع يعني يا ستة عايزة تتجاوزة الرجل بالنسبة لها فرصة وهي بالنسبة لرجل حب وهو بالنسبة له بدور على الحب فبالتالي أحياناً بالنسبة كبيرة بتلاقي الدنيا تصطدم بعديها هو بيدور على المشاعر بيدور على الراحة بيدور ان البيته يبقى فيه رومانسية وفيه حب وفي الآخر ما بيلاجيش الكلام ده ما بيلاجيش تكدير فالدنيا بتتهد فالبيت اخرب هنشوف التكدير والتكدير هنجيلك تاني الستاتة ابحث عن فرصة وربول يبحث عن حب أنا متفكة مع الأستاذ جداً شوفتي فعلاً اشجيني يعني أنا مسلاً لما اجا جاوز بنتي او ان انا اجا جاوز تاني فهدور على راجل امكانيات يقعدني في البيت يوفر لي امكانيات كويسة فبالتالي أنا بقى في البيت ههتم بنفسي وبجمالي وببيتي ذهني رايق ما عنديش ضغوط ما عنديش مش متعاكنة تنى حتنى هستنى هستنى بجمالة الستة جميلة الستة نعمة الستة وردة الستة اغنية فبالتالي أنا عندي راجل بصدره كل يوم لمجتمع عنده ظروف اقتصادية عنده ضغوط عنده بيشتغل 14-16 ساعة فما بجيش هستقبل واحد خلصاً اخلص عليه لا بقى يبقى اخدوا بقى اتزيلوا لساعة كده استرس تعاليلي بقى لو الستة اللي بتسحى الصبح تودي المدرسة حلو وتفط وتود دروس وتودي تدريبات وترجع التذاكر وتنم مهدودة ومهمودة صباح الفل بتهتم باللحظة اللي جوزها فيها وتنسى ده كله وتستنى منين بقى هتجب الطاقة منين وتستنى وتنكد عليه وتنكد عليه وتنكد عليه واتنكد عليه لا 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 الستةات غير الراجل احنا اتفقنا من الستةات غير الراجل ليه يا كل اوبشن وراجل ما وصفته ايه ايوه بالزبط يا سيدة صغير انا ممكن اعمل مليون شغلانة ويجي مثلا يقول كلمة كده حلوة ولا انا شوفوا تعبان انا اقول كلمة حلوة خلص الموضوع تعيب لازم في مساحة مساحة كده نشيل منها الاسترس طب وليه هو ما يعملش كده يعني ليه انت وانت محتاسة ومتسحولة الـ 24 ساعة ليه هو ما يعملش معاك اللي انت عايز تعمليه معاك ليه هو بقى بعد انت السحلة اللي انت تسحلتها طول اليوم ما يجيش بقى هو يخفف ويدلع تكوينه وفكره وزهنه احنا زرعنا فيه كده انا بتعامل فهو صدق الاوهام دي انا بتعامل مع ولادي بتعامل مع بتاع الخضر بتعامل مع المدرس لكن هو بيتعامل مع الف واحد بره في الشارع وانت لو انت بتشتغلي مش قاعدة في البيت انت وانت في البيت بتشتغلي كذا شغلانة وانت خارج البيت انت برضو بتشتغلي كذا شغلانة مع شغل البيت فإذاً أنت يعني مركانة تمشي على الأرض أنا حب أكون نعمة حب أكون رومانسية أيها مش لما توفر لك الأجواء أنت تكون رومانسية متوفرني بس الست منبع الأنوسة منبع النعومة كله بيأكدوا كلامي منبع الرواءان منبع النان أنا تربيت في بيت يا جديد يا راي أنت يا أستاذ سهير أنا تربيت في بيت ماما كانت بتعمل حظر تجول وبابا نايم عشان ما تعملوش الغالي وب بيت الشاي بتتبرد طلعت لما والله العظيم أما جوزي يوب أجاي طيب بالحضن حتى وانا عليا دغوط وعن معايا ثلاث ولاد طيب حكيلي عن جوزك ثلاث ولاد الله يرحمه الله يرحمه ألف رحمة ونور بس كان كويس بقى ثلاث ولاد كان عندك ثلاث ولاد آه كاننا مقسمين كل واحد عليه حاجة هو بينزل بيسيب مصروف البيت أو أناكل إيه ويروح شغله وأنا مع الولاد والدروس والإيه الساعة تمالية ونصف تدرابي نفسك في الخلط وبعد كده تبقي شغلي 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 مطلوب مني زي ما هو بيوفي المطلوب منه وأنا بوفي يعني هو كان يستاهل اللي أنت عملتين آه طبعا لأنه هو بقى كان بيجي يفصل يفصل بمعنى إيه غير هدومه يصلي حضر العشا تعشا نقعد كده نسمع حاجة نتكلم مع بعض في حاجة بنتنقش فيها كل ده مش ضغوط على الست لا 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 بالعكس موه الراجل عليه دور كلمة واحدة بقى بتخلص كله الراجل عليه دور آه يعني الست الكلمة الحلوة الواحدة طحنة المفرمى اللي هي بتايا الراجل بقى ما هو دي نقطة شكدة بقولك الرجل مسؤول عن الإهمال أو عن النجاح آيوة لو الراجل مقالش بقى بيقولها بحاجات بسيطة قوية أستاذ سويري يعني مثلا هقولك على حاجات وهو داخل صاحبان مبسوط منك آه وهو داخل تعبان والله الحظيم هو داخل تعبان يا رب انت تتبصني يا شيخ عجل عارفة ونا مش لازم يجبني ورد خلينا نقسم مش واهم من بساطة يعني ان مش مصر مش هندي صابري في فيلم ان عايزة ورد يا برايين يا سبت ممي من اللي حيجيب ورد ومين اللي عايز ورد لما كان مثلا بيجيب آيس كريم من وداخل أحلى من ورد أحلى من ورد آه داخل رايق كده وجيب شوية شوكولاتة من الولاد مبتسم مبتسم ايوة طب لو ما دخلش مبتسم أهدى بالبيت معركة لا أهدي أهدى أعرف في إيه أعالج وتجنب هو داخل دلوقات شايت عنده مشاكل أنا شايفة الوضع لا مش جوزي في حاجة يبقى أنا أخد كده هدوء كده ملك في إيه طبعا محتاجة تبقل الستات كورصات أستاذ سهير اللي تيمتتتفقين على أن الراجل هو عرفت تربع ستات مانداش عجل ولا لاح ده كلامي هو نا كده اللي بنقوله مانداش عجل ولا لاح قد العجل هو عرفت ان الباجي ما عندوش عجل ولا لاح ويرجع الراجل راجل وترجع الست ست يا أستاذ سهير ماتسويش في الإمكانيات عضلاتي مزي عضلاته بشرتي مزي بشراته شوف الراجل مزي ست خصائص والراجل ليه خصائص حيوة انت بتدي في العلاقة أكتر بكتير مما هو بيت يا سلام فين الكلام ده حنان واحتواء وأمان ليه 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 يعني هو الرجل اللي مجروحي شغل بتقول لي كورو بيبدع الساعة 8-9 بالليل ما بيديش ما بيشتغلش ما بيطفحش الكوتة وهي مش قادة في البيت برضو وهي ما هي دورها في البيت طب خلي اللي بيطفح الكوتة ده هتوكوا داي هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه هتقدت تعمل ايه هتقدت تبرس في ضافرها وهي جاعدة في البيت الراجل هو ايه بس كلي على المرات فيه ستتت لأ يا وقت تعمل الكلام ده ده رفاعية الأرب استطعبية عليها أغلب الستتتت كولينا أستاذة لا أستاذة كلهم عليها مش متفكة معادي واستاذ لا لا مش متفكة معادي ليه انت قلت ان الراجل هو المسؤول عن النجاح لا ما قلاش ان هو مسؤول انا نقول الراجل هو منبع الحب لا انا الست انا نفسك هم منبع الحب ده فيه ايوه اللي هو فين اللي راجل مانبع الحب ولا قسي بن الملوح ولا عنت رابد الشداد ولا غيره من الشعره دول ولا ايه ربنا ادام ما سمعتش اشعارهم بتغذية ولا ايه مش موجودة عند اغلب رجالة ما ليه ستات بتشتيكي وبتطلق ما ولو كل رجالة نزار امان انا منبع ايه ما هيجاللة عقل ما هيطوله عمرها مش القاية لا لا ايه مش قلة عقل ده الشكوى دي طبعا هو الراجل اللي معناه هو ده من قلة الحب حبيبتك يا سلام اه والله طبعا انا مش متفكة معهم كلهم في الكلام ده خالص طبعا هو ما فيش بيت زي بيته ما فيش حالة زي حالة بس النسبة الكبيرة طبعا المشكلة عند الراجل والنسبة وساعة احيانا بنسبة قليلة بتبقى الست هي اللي فيها المشكلة والست هي اللي نكدية نتكلم بقى عن نسبة كبيرة من الراجل لا اغلب الرجالة ما عندوش مشاعر اصلا الحياة بعد الجواز عنده بتتطول رجالة من الجواز عنده بتتطول والله الحياة بعد الجواز عنده حتينا شعادة المغربيات والدنيات والدنزات الأخرى وخلصها بدع فرستها يسمعككم يسمعون لا عندوش مشاعر الراجل بيحب وبيكره هو بعد الجواز بيتحول ان هو خلاص عايز واحدة وبعد الجواز بيحب بحبوها تانية عارف التانية دي بقى لو تجوزها التانين مش تانية التانين دول بقى لو تجوز هيبقى بردو ناكية هيروح يشوف تانين بردو لا بسعيد مع التانية هو حضرتك هو حضرتك والاولانية اللي هدده في الامان مكدت عليه جرفته بقى بقت وزير اقتصاد عايزين 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 التانية مابتقولش كده انت بقولي روحي صباحي حركة تانية دي هتتجوزوا على ايه ومش هتتوز يا بابي يا بابي بصي لأ ساولي بس حركة تانية هتتجوزوا على ايه يعني بالراحة يا جماعة دي شركة حياتك اللي تجمزتك منت صغير وعاشت معاك على الحلوة والمر وايام في فلوس وايام مفيش فلوس واستحملتك وانت عيان واستحملتك وانت بعفيتك واستحملت مامتك ورخمتها واختك وتقل دمها وتبقيح الكلام وكل حاجة ومرأة صاحبك اللي كانت تكلس عليها واستحملتك وانت جاي مش شغل مش طيق نفسك التانية دي هتستحملك على ايه اللي هتاخدك بعد كده يعني واخدك ليه واخدك عشان انت صفقة واخده جاهز واخده حضرتك فهو بالنسبة لها التانية دي هو بالنسبة لها صفقة مش اكتر منفعة فرصة زي ما هو قال فرصة او صفقة انا عارفة ان الموضوع ده صعب جدا على الرجل ان يعمله غصبا عنه بيبقى جاي مشحون وعصري لكن على القل يحاول لك انا شفت بعيني فعلا رجالة هو بيجي من بره مش مستحمل حاجة من مراته مهما عملت حتى لو حاولت تدلع وتبقال بالزبط تحاولت تدلع وحاولت تكون لطيفة حاولت ام احاجة هو ما عندوش استعداء للعطاء هو بالنسبة له العطاء هو بالنسبة له العطاء ان مصروفات المدارس كام البيت كام اتي ام طب ما هو بيتجدد مع واحدة تانية تجدد مع التانية ليه ما هو سمع كلمتين حلوين ونعومة هو عايز يسمع يعني انت فكرك لو الاولانية سمعته كلمتين ونعومة هو هيستقبلهم خلينا نسأل الرجالة هيستقبلهم اه الراجل نقطتين بس يعني فكرة ان الراجل بيستقبل نفس الكلام من الشخصية مختلفة ممكن يستقبله من الشخصية ومستقبلك من الشخصية تانية ليه بقى ام هدالة بنسأله عشان الشخصية القديمة بيسمحها بطريقة مملة بقاله 25 سنة ولا شكل ولا شكل ولا شكل هو اتدوزها بالشكل القديم يعني هو اللي فضل وسيل وصغير يعني انا بس السؤاد انا بس السؤاد حواب من التعريقة طالتهم ده دليل انه هو عايز يدلع يعني هو ايه ده دليل انه عايز يدلع مش مطلوب من الراجل بس هايز يدلع مش مطلوب من الراجل مش مطلوب من الراجل يفضل وسيل بس مطلوب من السؤاد تفضل وقت بالها من نفسها تاخد بالها من نفسها يعني تقول المرض ايه بعد ما تجيش من فضلك شنا افضل بيه يعني منطقي ان الراجل ممكن يشخر هو نام انا مش منطقي ان انا نام جنب واحدة زوجة بتشخر تترح تعمل عملية بقى تترح تعمل عملية تترح تعمل عملية بقى الراجل طول الوقت عايز كائن جميل يحبه يطفق عليه وكده طب امرأته بتبقى كائن جميل بس هو ما بيشوفهاش وعايز تشوف الكائن الجميل لو محافظة على نفسها يعني ايه محافظة على نفسها هي لو مرته من البداية من البداية بتهتم بيه مش هسمع خلينا نسمع لو الست مهتمة بجوزها وبتقول له كلام كويس كل ليلة او كل يوم هو طالع الصبح مهتمة بيه مفطره ومزبطه له حاله مش هيستنى اي كلمة من واحدة تانية لو واحدة تانية جلته كلمة تانية هيصدها حالك والله الزوجة ديت لو قالت قد كده وشعرت فيه ومحضر له اكله ولبسه وبيته ومربية عياله وبتيستقبله ومبره بأحلى ابتسامة وبأحلى اكله وكل حاجة لو هو انسان مش كويس ما بيتمرش فيه مفيش حاجة وكده بجمعتوش دم لكن انا بقول لك لو هي عاملة اللي عليها وهو ما اتزامش الدايب جمعتوش دم ومهر راجل بقى مشكلة اجيب يتطفي الست فبيخداتك دائب فتحس بالفشل بها مهما تعمل مش هيطمع فيه فتوقف بقى العطاء وبيدفش يروح يسمع من بره تقول الست متعمليش متعمليش ويقول اسرانه للتانية متعمليش طب نسمع ايمان هو بيدفش من البيت المملي يا استاذة ويروح يا حملة عشان هو عايز يستابل ان هو مميل ولا هو بيبقى مملي فعلا مميل يعني مميل خليني النهاردة خليني انا ايمان ردي على سؤال كلمة مملي دي يعني يعني ايه ست مملة مفيش ست مملة يا سلام يعني مفيش ست نكادية لا 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 حارك دي نسبة بسيطة جدا استاذة عايزة في ستات انانة وزنانة ونكادية ومسترجلة وسطحة عالي وانا كل يوم بعمل استكشاف انا عندي عندي مليون وسبعمية وخمسين الف متابعة عندي صفحاتش على الفيسبوك نص مليون كلهم معظم رجالة كل يوم بقولهم بقولهم ايه اللي مضايقكو يا رجالة بتسمعي بتشوفي الكومنتار احملتني يعني نفسي نسمع شكاوي رجالة اللي بمان ايمان ومن الواقع مش حسن هو مفتري احملتني هيفتري امت بقى احملتني مش صبر علي بتهني صوتها عالي الندية الزكورية المعايرة بتعيرني بقى اهل بتاهدني بقى ام بتاهدني بقى اختي كتير 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 يا دكتورة كتير جدا الغالبية الثانة عايز جدعه دلوقيتة طيب امت الراجل طفش بقى وراح لوحدة تانية لا واحدة تسمع لا بيكون معه فلوس لا بيكون معه فلوس لا مفيش ايه اللي بيدوره على فلوس جولة بتاع الفرصة طيب ثواني اه ريهام بتقولك واستاذ احمد بيقولك يكون معه فلوس وريهام بتقولك لازم يبقى معه فلوس هتاخده على ايه طيب الناس لعيمان بعض على كرعاي على عجزه على امراض اللي اركبته هتاخده على ايه وفيه رجالة بتخفي ستات moة عندو teşekkür فينوس لا 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 والا عدةru لو الراجل مرتاح فى بيته mich' لا يمكن لايمكن بيبقى متشعبت يا ست بيبقىographer tra tend ожид ومن الراني للا اه امش ايه كبني انت كلم على اين معيش بي نتكلم على المعيش المعيش دي ليت كلم على المجتمع المصري تعالان discernنا فى المجتمع المصري عندك صعيد وفلاحين وأقاليم وسينة وبدو كلام ده ما عندهمش الكلام اللي عندنا في القاهرة أو في المحافظات المتخمة للقاهرة تعالي نشوف ست قعدة جوزة شغال في مصنع مرتبه خمس ست تلاف جنيه إمكانياته محدودة هي قعدة متابعة طول النهار بهديلي جوزك هزقي جوزك هيني جوزك عزبي جوزك شحتفي جوزك أنا جايبة ميك أب أرتستي جايبة علبة ميك أب بخمس تلاف جنيه طب هي الغلبانة دي هتجيب من إيه لما تستنى بقى سبع البرومبا هتستنى أنا عايزة ميك أب بخمس تلاف جنيه قامت العركة قامت الخناءة أنا عايزة مش عارفة إيه شيء وحدة تقول نالشي أن مش عارفة إيه قامت الخناءة يعني مركة ملامس مثلا قامت الخناءة لكن لو كل واحدة ركزت في إمكانيات بطئة وإمكانيات جزء طب بزمتك يا إيمان المرأة المصرية دي وزيرة اقتصاد معروفة طبعا وست مدبرة وعظيمة ومكافحة وكل الصفات الحلوة طبعا مين نسبتهم قد إيه اللي هي هتسمع كلام اليوتيوب وتقعد تقول له هتلي وجيب لي وعايزة 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 الجيل الجديد كله من نص التسعينات من نص التسعينات يا أستاذة سهير مضروب وعملي إحصائية عن عدد المحاكم في القضايا في المحاكم شوف الجيل ده ما وليت كامل وأنا عملت الإحصائيتي لما إني عايزة أقدم حاجة كل من أول من أول تلاتة وتسعين وخمسة وتسعين كل ده في المحاجة بالألفنات وانت جاية طب إحنا كنا متخيلين إن الألفنات هي اللي كده مش التسعينات لا 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 يعني هاتي من خمسة وتسعين وانت جاية اللي عمره تلاتين سنة دلوقت كلهم عندهم شريدة كلهم ما بيعمروش في واحدة غدبة في واحدة طلعات لشان جزء ما أجاب لها ما أخذلها زتون ما أخذلها زتون ما أخذلها زتون ما أخذلها زتون في واحد بيشتغل مثلا دكتور أو مهندس أو عامل أو أي حاجة مش هي عارفة مرتبه كام هتطلب إزاي لا بتطلب بتقوله ما ليش دعوة تصرف إيه تراجل لا بتقوله إنت الراجل إيه تصرف إيه تصرف إيه تصرف إيه تصرف مش إنت الراجل أنا ماجي اللي بقى بيوت انت خشي في مراطق تانية في مصر طبعا هو قاعد في البيت ما بيشتغل المرأة المعيلة المرأة المعيلة وهي اللي بتصرف عليه في أخري ديها لا دي حالة نادر إنما اللي موجود دلوقتي ست قاعدة بتتبع الراجل بتقوله هاتلي وانت تتبع الراجل من إيه الأساسي اتصرف افتح مش راجل مش جاي تفتح لي بيت أنا مالي حضرتك مدارش تروح تتصرف كهرباء ادفع مديش دعوة ده هي بتشتغل وبتطفح الكوت عشان تدفع كل حاجة عشان إنت لا يا ست بتنزل عشان إيه عايزة تنزل عايزة تنزل عايزة تنزل تتشامل إيه سامي يا وراء مرمضة غوين شخصية غوين سلوط وميكة بوشار الظروف الاقتصادية والمطامع والتوقعات وعدم الرضا هو السبب أساسي في الإهمال العاطفي لا مش هو الطمع بتاعها هو السبب في الإهمال العاطفي وعدم التقدير وعدم تقدير المقر والله يتراند من إيش ربنا أبدا إيه زي ما بيقول للدكتور أحمد كل الطلبات بتاعتها مليهاش علاقة بإمكانياتها بتفوق إمكانياتها يعني هي ظروف اقتصادية هي بتطلبه بما ليسا ولم يردين يا إن كانت الظروف مفيش بذورته هو لو هني لو فئين هو دمه سن هي المسألة مطبطة بقناعاتها بقناعاتها يعني الراجل هو المسؤول دي بتتفطي معين الراجل هو اللي عايزة طبعا هو عايز نجح يا لقا هينجح اللي عايز في الشرع هي في الشرع بالنسبة التسالي في المية الراجل يا جماعة عايز أوليك على حاجة لو الست قادة صواباحة شم يعني الراجل هو ورأس طلبها ليه كده هو داخل وهي ملوش مزاج إنه يساعدها أو يقول لها كلمة كويسة أيوه أنا حيجيب لها سكتة ألبية وقفة هو الفاعل الراجل هو العنصر الإيجابي في العلاقة سواء الراجل وست أو كزوج وزوجة دي حقيقة بس ويا ويلك على رأي إيماء على رأي إرهام لو كان بقى هو بالمواصفات دي وربنا فات عليه وبقى غني ده بقى خلاص بيحس إنه ده حقه خلينا نشوف ماذا يحدث نطلع فاصل ونرجع نكمل حقه وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين وفي الفاصل وستاذ أحمد قال الرجالة كلهم حصلون ماذا؟ الرجالة تتساقط الرجالة تتساقط بجد بتقع يعني ما بتستحملش ضغط العصبي اللي عليها من الستات يعني إن الستات ما بتضغط عليه فروحوا المعشات حتلاقوا المعشات كلها الستات بتاخد المعشات حصل أيوه يعني يا رب والاستاذ محمود ذكر حادثة لسه كانت في محكمة الأسرة أيوه كانت اللي هو الرجل اللي مات جدام أولاده وهي بتطالبه بالمتعة والنفجة فالاخر الرجل اللي جاته سكتة وهو جاعت مات فبتقول للجاضي هو مين اللي هديني فلوسي جالها انقضاء دعوة روح يشوفي ألام الوراسة الرجل مات خلاص عايز ايه تاني لا حوله فاستفادتين من النزاع لا ورد الفاعل وبكيمك هرد فاعل الزوجة الزوجة هتصرف على عيال منين؟ يعني على الآن استفزن على الراجل الرجل مات قدامها عنين؟ رجل مات قدامها عنين؟ رجل مات يا سبتر وإيه زنبه هو تجسر بأجله؟ لا 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 درتيح راح عند ربنا والتيح ربنا وكل حاجة انت شاف الرد فاعل الستة المطلقة ان طالع أبو عيالها يموتوا قدامها ده جستة قدامها يا فاندي من جسمان قدامها في المكتب ولا في الجلسة تقوله طب أنا عاجل في الجسمان بص عايزة يقولك حاجة الفلوس خوتت الستات بصراحة واللي بتشوفه في التلفزيون اللي بقى حضرة أستاذ محمود طيب أستاذ محمود دلوقتي بيقولك الفلوس خوتت الستات والراجل بالنسبة للمرأة هو فرصة ولكن المرأة بالنسبة للراجل هو حب وحبك بتقولي ان المشكلة ان لما الراجل بيجيله فلوس عكس عكس الستة تماماً الراجل اللي ما بيجيله فلوس بيبقى عايز ستة كمان الستة غالباً لو جالها فلوس تقامش عايزة رجاله خالص عايزة واجهة عدرافة بس انت احتمد على نفسها عشان تعمل انها غير طبيعية وعلى بيش هاي تقوله حاجة لأنه الرجل ستة عايزة أهرجو الراجل وتاخد راجل أصغر منه تعمل بي ايه؟ الليها تتجاوزوا كراري بتشتيه راجل بفلوسها ولو اشترت دي شوز الكادر انا فكرة تقولك على الحاجة با انتاشر دلوقتي الظاهرة والله العظيم والله العظيم دلوقتي الظاهرة بشوف ستات 35 سنة ولا فننات ولا معروفة تقعد ما تقولي ما تجوزه أربع مرافة اما تجوزه خمس مرافة غريبة جيدة هو ده دلوقتي ده الطبيعي دي شوز دي أكيد بقولك شارع ربنا دلوقتي ما تجوزت دي بعمل شارع ربنا ولدها فين؟ الأسرة فين؟ ما تدورش على أن تكون أسرة منات استثناعية منات استثناعية أنا عايزة أحرك سؤال واحد الستة عايزة إيف الدنيا غير إنها يكون سعيدة السعادة دي بتيجي منين؟ يكون لها شريك حياة كويس بيعملها كويس بيتيجي إلا عندها عيال لطائل عيالين لطاف حلوين بتربيهم كويس وعلاقتها بجزهة مين ست تكره إن علاقتها بكون كويسة بجزهة؟ مين ست تكره؟ كل ست تتمنى كل ست تتمنى تكون سعيدة وإن تبقى علاقتها كويسة بجزهة وبأولادها طعب الأستاذ محمود وهو بيمثل الناس كتير بيقولك مفيش ست قنوعة ومفيش ست قنوعة يعني إيه مفيش ست قنوعة بيتات لما بتيجي تطلق بتخرج عيالهم المدارس الخاصة بتوديهم مدارس انترناشتر كيداً في حضر عشان تقتم وسط لا الست لما بتتطلق بتفجر في العلاقة انا عايزة بقول عدلي بدلوي الحمان عايزة تدلو بدلوي انا عايزة عدلي بدلوي فيه النهاردة شريحة من البنات مع احترام يليهم زي بناتي واخواتي توصل سن 28 سنة 29 سنة 30 سنة تقولك تجوز اي راجل فرصة ده مش سن كبير اصلاً المفروض البنات ما يتجوزوش إلا متأخر انا هتكلم المطارية فانا هتكلم عن مطاقتي البنت بتيجي في ثالثة سنة ويا عام هوا ببلتين خلصت اتجوزنا ده الغلط ودي الكارسة يا دي نضبتك اساس عشان طرف تفكر وتختار دي بتتسلق كده وبتتدلق تعالوا انتوا يا سافزة اعملوا تنمية بشرية في الاماكن دي لكن ده موروث عندنا ده نقص فعلي المكتمع خط يعمل مجهود صح تيجي البنت توصل 32 سنة 30 سنة عايزة تتجوز بيجي شاب انا والله انا ازلوه في واحد اتنين ثلاثة اتجوزت هي مش عايزة تتجوز عشان هي حبة الشاب هي عايزة تطلع من البيت فيه جواز البسجس يا استاذ اصوير عايزة تطلع من البيت عايزة تطلع لقب العنوسة عايزة النهاردة تاخد تاخد بقى شقة مطلقة ايه بقى مش عايزة تقولك وتاخد معشابوها وتاخد معشابوها وتاخد معشابوها وتاخد في شقة طلقها وتاخد من طلقها تاني نفقة وتاخد العيال بالحضارة بالحضارة وتاخد الشقة بالتمكين وتاخد الفلوس طب تاخد كل داول اجوزها معها كان عمل مش عامل طب حارب تتكلم عن نسبة كم في المية حارب تتكلم عن نسبة كم في المية هي زي ما انت بتجولي كم في المية هي ودعت لقب عينس عشان تبقى مطلقة تاخد معشابوها بس لان احنا المفروض نشفر كلمة عينس ما نعملهاش بهم دي ما فيه راجل عينس برضا العنوسة ده رائل وسيف في اللغة العربية العنوسة احنا هنجيب لعبة مراضفات في الواقع الانية وعلى فكرة سن التالتين ده وده سن النطق ان البنت تختار هي مش عينس ولا حاجة يا جماعة ولو هي اتجاوزت وهي اختار افضل من بي انت بنت 18 سنة بنتي بتقلك انت ما جلكش عريس لبنتك مش هنفرح ببنتك لأ ما حدش يجروا قبل يخلص جامعة كده انا مجتمع انهم برامة تتخرج تشترق والسفر تعمل ماجستير برا ايو ما تنسقيش ورا اه كوارث اجتماعية انت عارف ان هي غلط مش كل المجتمعات تتريد تعمل ده تودي ماجستيره وتسفر برا فيه مجتمعات ابو ام بيقعوا برا عشان يخلقوا برا وعايز اتجوزهم بتقولك ما صدقت تبقى تشوف تبقى طبيبات في الارياب دلوقتي ماشه الله عليها في الارياب تبقى يبتعمل تخلص معاملة ماجستير وبتتعين في الجامعة وبتعين في الجامعة بس مرضو بتدور على العريس تدور ومالو بتدور تدور على العريس واول دعوة بتدعالها امه بتقول يا رب ده لا طموحة اهم من قصة العريس لو جي عريس كويس تمام طبعا عايزة دعم القصة وشهادتها وكيانها وكاريرها بقاش نسميها عريس سميها ان دي منت طبيعية عايزة تكون اسرة ويبقى عندها اولاد وعندها زوج سند في الحياة وانسان يحبها وتحبه وعندها اطفال تربيه ده ما يتعرضش معها ان هي تحب تدرس وتعمل دراسات عليا وتشتغل ده ما تعرضش معاديات الجواز ما هواش فرصة ما هواش صفقة الكلام ده طبعا غير طبيعي وسن تلاتين سنة دوت بالعكس ده سنة النظوم بس رسالة دي جماعة يعني لو انتوا شايفين مسلا ان الجواز كتير والبنات مسلا بتتجوز وان ما فيش عزوف من الرجالة انها تتجوز عزوف؟ الرسالة ايه؟ عجب كتر الجرب وفيه نهاردة شباب ده البنت النهاردة ما بتصدق تايا فرصة كويس ودي حقيقة لان الحياة بقت صعبة جدا النهارة تلاقي الشيك حياة معاه شقة ومعاه جهاز ومعاه عربية ويعمل شبكة هي الحياة بقت صعبة لما تعلموا بناتكو انهم يتجوزوا في شقة قانون جديد قوضة وصلاة وقطين وصلاة لا مش متتجوزيش في المطلق كده لما متتجوزيش إلا لما تلاقيه الراجل الصح في التوقيت الصح هتلاقيه عندها خمسين سنة وعنده سبعين سنة ليه خمسين سنة وهو حتى لو خمسين سنة فيه ايه؟ وهناك متقولش للمنت ان انتي ما تتجوزيش إنه ما تتجوزيش إنه ما تتجوزيش إنه ما تساقي واحد عنده كل حاجة لما انتك ها بتعجز بقى الجواز مفيش حد يا جماعة النهاردة بيخطار مش لازل واحدة تخش معه لايكروينج ومعها بدي فريزر وده غلط معاه ما ينفعش الجواز بغير تكييف ومغير تلاجة مئة ألف جليه طيب بعيدا عن التكاليف بتاعت الجواز نرجع تاني لفكرة الإهمال أنا طرحت وسألت عن الوضع الاقتصادي ليه هو جزء كبير في الإهمال ده الراجل مش عايز تحمل المسئولية ولا القصة بتبقى جينات قصر ما بتعرفش توم صراح الخير الراجل ما بيعرفش يحب الموضوع بقى بيتكلف الموضوع بقى بيتكلف لان احنا زنين مثلا كان في عيد الميلاد ده بيترجم بحاجات بنعمله لانما البقين الحلوين كورسونت طيبة يا حبيبتي كورسونت طيبة يا حبيبتي ما كان بيعرف يقولهم زنين كان بيتجاب هدايا كان بيتجاب هدايا وكان بنسافر برة وكنا بنتعشها برة في مكان ونقعد نصهر لغاية ونودي العيل عند باباها وعند ماماتها الفيلم ده عشان ونسافر ممكن 3-4 سيام في اي قتال نقعد فيهم الحاجات دي بقت مكلفة النهاردة حتى هدية عيد الميلاد بنا بندور كان زمان حاجة كده تبسها لها دلوقتي بنفكر بيجيب حاجة هي محتاجاها فالهماية العاطفي جزء كبير منه نتيجة للهم الاقتصادي اللي هو بيخليه النهاردة دماغي متولة كراجد فمش قادر يبعندي رفاهية لاهتمام العاطفي يعني انا داخل النهاردة انا داخل النهاردة كراجد مهموم بقصة البنك بالمدارس اللي ندخل عليها ما بتوقفش جمبي هي بتوقف جمبي هي بتوقف جمبي نفسها طيب انا تمام خليني اخد منك الكلام تمام انت زي الفل وبتقول كلام صحي الراجل يا جماعة الناس على كل المستوىات تعبانة اكيد خليني بس اقولك اوكي العام الاقتصادي والهم الاقتصادي كل ما يحصل اي حاجة تقولي مش انت الراجل اتصرف هو يعني اتصرف اتصرف يعني انا الراجل فقط اتصرف يعني فكر اشتغل اكتر ليه فلوس اكتر مش حضرتك بتشتغلي وعارفة امكانيات شغلك ينفع تخشي النهاردة اللي عادي اتقولهم ما ليش دعوة هتقولي ضيف بايدن انا عايزة رئيس امريكا ييجي هنا ضيف اتصرف هل ده كلام يعقل ولا لايما بتطلب يوديو حدود القنالي تشغلا فيها هل بتشطي كده وتطلبي حاجات غريبة مع نفسك والا بتشتغلي صح هي الزوجة نفس القصة هل فيه زوجة عارفة ان جزها ماهيته ستلاف هتقوله هاتلي وغسيتت لا كان حد خد قروض بالبنوك ولا كان حد باع اللي حيته ولا حد كان خرج معيه غلطته هو ان هو يسيد نفسه لقروض البنوك تغلطته هو ما عايز يشتيد ماغه شوفت يا ايه عايز يرضيها وما عايز يرضيها لا 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 عايز يرضيها لا عايز يشتغسية عايزة تطلقيها ما الراجل بيحاول ما تيجي تتجوزها من انت خاطبة تقول لا دي امكانياتي عاجبك على كده نتجوز مش عاجبك لاش نتجوز خلينا احنا متفقين على ان الجزء الاقتصادي ممكن يكون هو جزء اساسي في قسف اليمان استني بس استني استني اوكي هو الراجل مهموم اقتصاديا فاهمل عاطفيا تمام ليه الراجل المهموم اقتصاديا ده والاقتصاديا ده نسبة وتنايسة ايه لما بيجيله فلوس او لما بيلاقي واحدة تانية بيلاقي عنده الاهمال العاطفي ده اختفت تماما وبقى عنده بيحاول يعوض بقى الكابتل نفسي ده كان عايش فيه سبيله بيسعد نفسه يعني انا خراف انا انا يعني وهبت حياتي وهبت حياتي ام عيالي وعيالي بيتي جاتي بقى في اواخر عمري مبلغ حلو بقى ورس مرمتهاش مرمتهاش ولا دست عليها يا فوق دماغي من فوق يا فوق دماغي منين بقى خاصة وانت عرستها كده قد حارتنا ازلتها تحت الارض ده مربة الانانية وهي بنت الاصول وهي بنت الاصول وهي بنت الاصول وهي بنت الاصول والا رميتها بالعكس وهو ابن الاصول بيبيع مراته مرمته فوق دماغي فوق دماغي بس عايز يمتع نفسه مع امراته شرع يا ربنا هو انا لو جوزت لو حبيته واحدة تانية هزا الجبت هو في حد بيحب اتنين مع بعض وتلاتة ان شاء الله والله العظيم انا اعرف راجبي متجوز حضرتك هو هو القلب ده مفتوح يا حب براته هو القلب اللي عند الرجال هو القلب اللي عند الرجال هي خير ولا ده تنتم اورتق والله ربنا شر على الرجال في بعض الحالات التعدد لم يشارعه للورا سويني بس ده فيحالات الزلازة والحروب والأوبئة اللي تقضي عن رجالة لما يبقي يحصل في مصر زمان ورص الرجالة تموت أو إيحصل حارب ولا يحصل في الرجالة تموت او او بقى والراج دولت عليها. انا مايتحبش عليها. فيبقى خلاص ساعيتها الراجل يبقى اتجوز ثلاثة واربعة عشان محافظ على نفس للبشرية. انا مايتحبش عليها بس عايز بقولك معلومة وامراسي قال تتطرج عليها. اكي. محافظ. لا بس انا عموما مدام محافظ عليها وساعدها. وفرستها وقهرتها. ليه? مافيش مشكلة خالص. اما تجوز واحدة دليا. ما تتكلميش فيها بتدعنها. اتكلم عن نفسك. اتكلم عن نفسك. لو جوزك حفظ واحد عليكي. يا دكتورة. مش كاتبلك الشقة باسمك وجبلك عربية ونص مليون جنيه كل اليوم. الستة عايزة شريك حيتحبه يحبها. مش تحبه هو وهو يديها شخص. انا عايزة بالك على حاج. عايزة بالك على حاج. انا سينة الجالة تقول ايه? تتطبقي معي. انا هرجع هرجع. شوفي. زي ما شوفنا. الانسة. احناك دلوقتي حراسي. انا انت ايه تراجعت? انا ما تراجعش. انا ما تراجعش والحاجة. بس انا شوفت في البرومو زي ما شوفت كده. وانت مخطوبة. شوفي اهل جوزك ومامته بتتعامل ازاي. خلينا للتأسيس. الولد ده او الشاب ده. بتعامل ازاي في بيته. ماما بتعامل بابا. اه. او بتعامل اسرة ملتزمة. اسرة متدينة. اسرة منفقة. ام ملتزمة. ام منفلتة. هنا انا عارفة الراجل ده. جاي لي مني. جاي لي مني. نرجع للتأسيس. ثم. هاجي في. جاي من اتدلع. اكمل اتدلع. لا. ما انا هنا هختار بقى. هو هيتناسب مع شخصيتي انا. ولا لا. مش هتجوز بقى خبط لازق وخلاص بقى. الله مش قلتش 18 سنة بيجبونها دي بيزين عطلو يجوزوها. خبط لازق. انا ما تراجعتش. انا ما تراجعتش يا استاذ. انا بسلمك ان باردك واحدة بلوجر. بناقش مشكلة عامة. انما لما كلمك بقى سون فسون على من المطرية. هقولك لا. 16 سنة بيقروف فتحة. ده كارسة. ده كارسة. ده كارسة. ده كارسة. ايوه. ايه كارسة اللي فيه. وايه. ايه كارسة اللي فيه. 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 انا مخطوبة. انا وانا مخطوبة. انا وانا مخطوبة لو قابلت واحد انتهازي لو قابلت واحد سلوكه مش مضبوط او مضمن او بتاع مخدرات او بتاع بنات من اول ما كله بيبقى قدامي في الاول على عينك يا تاجر يا استاذة بيعرفه 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 كل حياته بمزاجي بقى حبيت اكمل حبيت اكمل وانا عارف العيوب دي حبيت اكمل وانا عارف العيوب دي في تستحمل وبعد كده ما اشتكيش بالاهمال بعد كده ايه اللي يخلي واحدة ستة مثلا جوزها تجوز عليها وهو زا منصب ونخلف منها عيال تروح تنتقل منه تدمر للوظيفة طبعا ايه اللي وصل دماغ ستة ستة عظيمة تعرف لو كواس معان شعبا ما عارفوش ربوهم يعني لا 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 حضيتك مش هوا دمرها دمر مين تدمر ابو عيال بتدمر ابو عيال دا فيه دي بنتو القصول تدمر ابو العيال للتشمرك للعيال من 3 4 حالات 3 الشهر اللي فات بالوضع ده حرام عليكم بدون اي عغل وبدون اي منطق دمر الثلاث وزايا هو راح اتجوز عليها عشان هو مهمل عاطفيا ولا هو عنيه بتروح على اي وحدة سبت ايا كان عاد ايا كان ان شاء الله يكون اي خطأ لا 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 ما تفرجش يا ما تفرجش هي دمرت مستقبل عائلة لما انتقرب دمر القصة هي دمرت مستقبل عائلة اي وحدة اي. هي اللي دمرت مستقبل عائلة لما انتقرب طبعا. طبعا. طبيعا. طبعا. طبعا. لما انتدخل جوزن سيجم بالطريقة دي عشان اتجوز عليها ولا تكشف خلق الزام دي هتعاول وبالطريقة دي تبقى دي بصيبة سودة. لا هو ما يبقاش هو كويس معايا وهي الله لا هي ساتر وغط علي إزاي شهر الله؟ يا السلام؟ جهر ازاي؟ وفي الروح بقى اللي هدمت القسرة المصرية المعلقة الناد بالناد واتعس دي احلأ ولادي انت حرقت الاولاد انت روحتي دمرت مستقبل العيال محمد مستقبل العيال مش مهم مستقبلك انت مم العيال ضحي عشان عيالي حال هو لما بقى عنده بتين مدمرش مستقبل العيالك لما سام اياله أهل فضيعتي العيال طيب لو الراجل روح البيت لا الامان لانا ما يسيب البيت ويمشي نسمع الكل متين عشان عشان هطلع علوم للجمهور لو الراجل روح البيت لا الامان 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 الاحتواء الانسة في مكانها الام في مكانها لا يمكن انا والدي قاعد سبعة وخمسين سنة زوايا ما والدك جيل تاني غير البيت مكانها دي مين النهاردة بقول الست خليك انسة في بيتك مين مين النهاردة بقول الست بقول انسة في بيتك يا سيد احمد احنا مصدرين مصدرين دفوغات المجتمع عالسوشال مادية احنا مصدرين النواشز عالسوشال مادية مصدرين النواشز عالسوشال مادية مصدرين المستردلات عالسوشال مادية ملاش تحمل السوشال مادية مصدرين العهات عالسوشال مادية بنتي بتستاقي مني من نظر مش قالوا مفي طلاق من التسعينات بسا مكنوش اخترعوا السوشال مادية كان الانترنت ملحالش مصدر حجم ايه؟ فضائيات برضو انا بس عايزة اقول حاجة انا متغازة جدا من الكلام بيت اتغازي حضرتك حضرتك خدت بحقها من واحدة ندمرها النعمة مش متربية ازاي كده؟ العيال مستقبلهم راح وتتبرر ايه؟ العيال بتتأذي نفسيا لما ابوهم بيسيبت بيتوا تجوزوا واحد تانية لا الام العقلة ما بيتأذوش نفسيا بتعوض غيابه وتبقى امه وقبعه انما بقى لما اسجن ابوهم واضحهم اسريا للبنت اتراف تتجوز يشتغل كويه حضرتك انتعارف ان في ناس هتروحي بفلوس وتتجوزي ود اصغر منك عشان حرامي يتسجن فعلا لا حرامي لا يفوت يتسجن فعلا انتعارف حرامي يتسجن طب ما يتسجن ليه يعني؟ طبيعي يتسجن يا فن بلو كل الزوج عارفة بقيت لها انا استعزم انا استعزم من هزر بالنمج لان انا خلاسومة عندنا فلم قصوة نور الشريف اسمه الجري ورا الروحوش جري ورا الروحوش جري ورا الروحوش ليه قصوة نور الشريف ساب بنت الاصول بنت الباشا ورا الروحوش ده كان دلعا عشان كانت تاجر في الحضرات لا لا ليه راح الروحوش شوف الاكزامبل ده شوف الاكزامبل ده ليه ساب بنت الباشا اللي هي بابا واهلهم الجوزنة ورا الروحوش ومصرها كانت هو استند البقى في الاخر لكن انا بكونش عارفين النهاية دي حتى التفكي زي الوقت خلينا بعيدا عن الهزار اللي احنا قلناه لا مش الهزار دور لاني كان عندها الامان عندها الفضفضة عندها الحنية عندها العطاء عندها العطاء لكن انا ازاي اطلع بنتي اطلع بنتي اطلع بنتي من البيت طبق انسة في بيت وانا وانا ند الجوزي وانا عندي ذكورية راجل لراجل بعملو في البيت راجل لراجل أصدر ست للمجتمع ازاي ما لازم انا أبا انسة عشان اصدر انسة لازم انا أبا ست ست عشان اطلع ست انت دلوقتي تنصحي الستات ازاي بما أنك أنت دلوقتي تتكلمني دايماً بحال رجالة علشان ما يحصلش إهمال عاطفي علشان ما نقعش في فخ الإهمال العاطفي اللي ممكن يبقى السبب خراب نفسيات كتير وبيوت كتير المفروض الستات يعملوا إيه؟ الرجال يعملوا إيه؟ الست تتكبل طالما تجوزت الشخص ده تتكبله بكل ظروفه بمميزاته وبعيوبه اللي يمكن إصلاحه جميل؟ كل في مكانه الزوج زوج في مكانه بيواجه مجتمع بواجه ناس الزوجة في مكانها مع اللمسات الجمالية ما أنا أقول ما أجوز ما باش أم بعد شوية كده عروسة جميلة بحط ركائز الحياة وأنا لسه قبل الزحمة ما تيجي طريقة المعاملة الهدوء الأدب المتبادل الاحترام مفيش ندية فيش صوت عالي مفيش ذكرية مفيش مكرنة مع بنت خالتي وبنت عمي وجارتي أصلي جارتي عندها تكيف تلات حصان لا أنا أجيب خمسة جارتي أصلاها لابسة غويش لا أنا أجيب ألماز مفيش أنا مرضية بظروفي إلى أن تتحسن مع الحفاظ على جمالك ورشقتك وحلاوة صوتك وحلاوة صوتك وأناستك ودلعك ورقتك لأن أنت ستك وإذا ملكت قلبه ملكت فلوسه وعقله وتفكيره وبيته وكل حاجة ما تنسيش مع ديته لو سبعت كلام دي ما تنسيش مع ديته لو سبعت الديته ويف تكلم بره البيت بشكل إسمعي نصايح إيمان علشان تكسبي إيمان إن وجهة نظر بتمثل الناس كتير إن وجهة نظر معاقي ده بتمثل الواقع والحض طيب ما أنا بقوله؟ أنا قلت والله قول بقى أنت وجهة نظرك حتى لا نقع في فخ الإهمال العطيفي إن زي ما قلت لك من البداية خالص إن أي واحدة تحمد ربنا على نعمة المشاعر إن هي اتجاوزيته أصلا نعمة المشاعر اللي عند الرجل تعرف تحافظ عليه تعرف تجدره تجدره صح بصن الراجل كل حاجة بتبقى متبادلة ما هي تلمها هتزرع هتحصد هتزرع وارد هتحصد وارد هتزرع قطراف وجرس اللي جاءوها هتحصد جطراف وجرس طيب تطول غريبها حيان. ما بتزراحش وما بتحصوش aword. في ستاة بتزراع واردة وما بتحصوش واردة. لازالة. لازالة تبقى نييتها مش سليم lah. لازالة برضو. نييت voilà هاي للي مش سليم. لا لا اينا. ولا قلبه هو اللي مش سليم. في رجاله ما تقضرش ده. لا في رجاله ما بتقضرش ده. لم انحن انتخال ليه على الارض الواقع بس شوية. ايه و دارد الواقع ان ده و個人 ونصيحة كل زوج وراجل يحترم مجهود مراته بوسك برده بقول لكل زوج احترم المجهود اللي مراتك عملته علشان لو في مجهود عملته يعني هقولك على حال يعني لو فيه راجل لو فيه ست أنا ليه بقول للراجل هو الأساسي في الإهمار العاطفي وسببه لو أنت دخلت البيت لقيتها البيت كويس والبيت نضيف وولادك كويسين وعمل لك أكل حلوة والبيت شكل كويس ولها مرسي ربنا خليك ليا ربنا انت نعمة ربنا مدهالي ربنا يديمك عليها نعمة فدي نقطة مهمة جدا يقدر مادة اللي بطلوبة من كل زوج وراجل بقى يعني علشان هي تفضل تدي إنما لو هي عملت مجهود أو لفسها حاجة كويس أو شعر معمول أو بتعمل ضايت عشان ترضيك أو عاملة ميكاب أو عاملة عمش عارف إيه وانت روح تمديها بالقلم يعني إيه إهمالك ده كأنك ديتها بالقلم على وشهاب جدا تعمله فلازم عشان تشجحها على العطاء فلازم أنت تقدر ده يعني أنا الآن النهاردة والله العظيم المراتي بتعمل حاجة أكل أول حاجة بعملها أول حاجة بعملها أول حاجة بعملها تسلمي ديك الأكل تحفر بس ناقص ملح لأن اللعبة لأنها طبعا عند الضغط فمتحطش ملح في الأكل بس هب جد أنا بقول بس لكل زوج عشان ميبقاش فيه أهمال عاطفي أقدر المراتك بتعمله عشان أنت المسؤول مهما كان بسيط عشان أنت المسؤول عن العاطفة للستة هتدهالك أو لأ إنها تبقى نعية همك ومهتمينة تساعدك فأدق تفاصيل حياة الزوجية إنما لو أنت طول الوقت بتنغص عليها عشية أو مش واخد بالك منها هي جاية ولابسة وقاعدة جنبك تقوم بمسك التليفون وتتكلم في الشغل أو تروح مزع لولادك ويقاعدة جنبك أو أنت تهمل المجود اللي عملته دي مشكلة وأرجوك في تكره عياد ميلاد زوجتك وعيد جوازك وعيد مثلا معايد كتب كتابك والأيام الحلوة أو الزكريات الحلوة أو الأماكن الحلوة هي برضو من حقها إن أنت أخدها في مكان عارف إنه في أزمة اقتصادية بس إلا بتحب تفطر في مكان معاين ما يجراش حاجة الفيزا برضو بتحل أزمة إن أنت ممكن تصرف مبلغ فوق طقتك بس ده حيساعدها بالذات لو هي عارفة إيه ده فوق طقتك يعني ممكن تقود يومين تتاكلوا كشري وفولوا طعمية في البيت في سبيل إن أنتوا تاكلوا أكلة حلوة هي عايزاها أو فوصة حلوة هي عايزاها أو حاجة حلوة هي عايزة البسر اضطروا ده شوفت أستاذ أحمد ساعات بيبدأ 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 بلعكس أنا قلت الرجل مسؤول عن لو فيه ملعة طفل بس بيطلع رجولة اللي فيه أحيانا طبع طبع العلاقة بين الرجل والست زي ما كان فيك يا دكتور نفسي يقولها هي ماتش بين فوق بضرب لك الكورة وإنت بتردلي الكورة خدوهات خدوهات فهو هتديك مشاعر طيبة اديها مشاعر طيبة هتبقى سخيفة خليك سخيفة خليك سخيفة خليك سخيفة هي كالسخيفة واحدة نكادية واحدة نكادية هي وحشة خاصمها هي كويسة خليك كويس حضرتك أنا بشوف الجزاء من جنس العمل حضرتك أنا بشوف رجالة بيجي من بره مراته تيجي يتكلمه باس وبعين بقى سخبه يتكلمه في التليفون تعالى ننزل نقضي على القهوة حليبي جاي لك حالاً حضرتك ده إنسان مريض إنه مش عارف يسعد نفسه ما هو لو بيقول لك إيه؟ هو سعيد بيتسعيد هو سعيد هو سعيد بيتسعيد بيهرب بيهرب من نكاد هربط من نكاد هربط من نكاد هربط من نكاد هربط من نكاد وكويسة هو ماتش فين المشاعر متبادلة ماينفعش إن انت عارفة كأنك بتعملي إيه؟ عارفة لك زياني قولك فيه بابور كده بتديره بتبدلي تديره نفس وهو مفوت اسمه إيه؟ بيهربط في الشهة بيهربط في الشهة مفوت مفلق مش هكي حاجة إنه هو مخهو الفولية بتاعتم تبقى بايزة فبيروح هابط في الشهة في مهما تفضل تعمل وتدي مشاعر وكده هو بايز أساساً هو مش حاجة ما بيستعبلش فالمشاعر متبادلة بينكو لأ قوليها ضحي شوية وزاوين من مشاعرك عشان لعله وعسى ربنا يهديه ماتورش لأنا موقف خسن قدامي زوجة بتجاهز الغداء فجوزة بيقول لها ما عملتيش طبق صلطة ليه قالت له أطفح وإنت ساكل لأ دي أهلت أدب كان ممكن رح عامل إزاي رح ماشكستانية لأ دي أهلت أفوتش لأ ممكن هي بقى تقول لي والله أنا لقيت النهارده التماطم غالية شوية معلش نفوت ما لحيتش عاملها يا حبيبي ما لحيتش عاملها وخلاص ممكن ربنا عملت ما لحيتش يا ما تفخر وإنت ساكل بكرة عملنا رد فعل عقيم برميلنا يعني أنا براجت تقول لي اطفح وإنت ساكل هي قالت الأدب يقول لها لا لأ من كلام غير مقبول قالت الأدب هي جالت الأدب ولا أهل ما عارفتش ربوها قالت الأدب وأنا ما فيش ربوها نحن نفكر شوي عشان نتجاوز أي مشكلة أو موقف نفكر قبل ما نتكلم وقبل ما ننقل كلام ننقل كلام أي يعني أنت كنت فين يا منيل؟ طب ما أنت كنت فين يا حبيبي؟ وضربة الجوز هو داخل بقى الستة عليها دربة مرنفسي وهنا كده ربطة كده والجلبية بتاعت الغسيل وأعداله بس لو جات صحبتها هتخش تلبس الحتة اللي على الحبل وتستنىها زي ما رام قالت ينزل على الأهوة ويبسعيده ومبسوط ويتختلف تماما هرب هروب يا أستاذ سوفيه هروب من نكا الكلام مش منطقي والله العنزيل الستات ببوص بعض ربا ورواءان ما هينزل من البيت ورواءان ما هينزل بس الستات ببوص بعض برضو الستات ببوص الستات ببوص بعض والجروبات اللي عاملها طول النهار الستات تبصد بعضها الكلمة أخيرة الرجل أنامي ده آخر كلمة حتى لو شوفي مليونير وبروته بيجي مغفر لها طباخ وشغالة وكل حاجة وبيجي لأيها لبسة وحلوة ومش بجلبية ولا حاجة حضرتك برضو بيجي برضو ولبسال وكله ومقاش بجلبية البتورة حاجة وبردو بيجي ضرب بوس مش متقبل يسمح انتبهوا ليه الإهمال العطيفي نركز على الكلمة الحلوة الموقف الحلو نفكر قبل ما نرد قبل ما نتكلم خلي نفسيتنا حلوة علشان نبقى عندنا سعادة نجيب السعادة لنفسنا مش بس نسعد الطرف الأخر ونسعد نفسنا أستاذ محمود سعداء ممتنين أستاذ إيمان كل السعادة كل امتنين أستاذ ريهام السكر دايما أستاذ أحمد عبدون شكرا جدا ولسه حلقتنا مكملة نشوفكم بعد فرصة موسيقى وبنجب تحية مرة تانية لكل مشاهدين ومنورنا زي كل يوم سابت دكتور ماهر محمود ودايما بنسمع دلوقتي أو الفترات الأخيرة دايما بنتفاجئ بأمراض جديدة الكرام اللي موجود على الأمراض الفترة اللي فاتت مثل عشر تيام أو الأسبوعين اللي فاتوا عن جدري القرود الفيروس ظهر في كذا دولة وعلى ناس كتير حاجة تدعو للقلق تدعو للخوف وناس كتير قالت إحنا كأننا على موعد مع جائحة جديدة إيه القصة إيه الحكاية وجدر القرود ده إيه الموضوع مختلف في إيه عن الجدري المائي وإيه اللي احتياطات ولازم ناخد بالنا من إيه ونحمي نفسنا وعالتنا إزاي وأسئلة كتير جداً بنتراحها النهاردة على ديفنا اللي منورنا ومشرفنا دكتور ماهر محمود أهلا بحضرتك أهلا بكيف أن نجي أهلا وسهلا إيه دكتور قصة يعني إيه جديري الأرود يعني إيه الأعراض طيب هو جدر الأرود ده يعني نسب للأرود لإنه كان أول ظهور لي كان بين الأرود وده كانت 1958 أول حالة بشرية ظهرت كانت 1970 وده كانت في وسط وغرب أفريقيا وبشكل محدد في الكنغو فيه نوعين منه نوع سهل قوي نسب الوفيات في لا تتعدى 1% وفيه نوع مخيف منه ده نسب الوفيات في 10% وده اللي موجود في الكنغو وغالبية المرضى بكونوا من المنطقة دي من أفريقيا بينتقل إزاي وإيه أعراضه طيب شكله إزاي في البداية شكله إن الشخص بيبدأ يبان عليه حمى جديدة جداً سخونية حمى حرارة يعني حرارة أعراض بتشبه الإنفلونزا تكسير في الجسم وبيبدأ يظهر زي طفح جلدي على الجلد يعني في البداية للحرارة والألم إيه الصورة المفزعة دي معقولة بيبقى كده الصورة كبه هو ده شكل جدري للأرود ربنا يحفظ بيبدأ الأول بطفح جلدي الطفح ده بيكون بسوى الجلد في البداية بعد ست ساعات تقريباً الطفح ده بيعلى عن الجلد وبعد كده بيبدأ يظهر فيه زي مية كده في الجلد وبعد كده بتعمل زي صديد شكل عنيف جداً زي مظاهر زي مظاهر في الصورة وبعد كده صديد ده بيتحول لإشرة في خلال أسبوع أو أسبوعين المميز له جداً إن الشخص ده بكون عنده التهابات عنيفة في العقد بسموها اللنفوية لإن البايروس بيبقى عنيف والجسم عمالي يقاومه فالعقد اللنفوية دي اللي هي مسؤولة عن المناعة في الجسم بترشت جامد وبتعمل لي الأورام الموجودة في العقد اللنفوية دي للأسف ده بيبقى شوية عنيف وزي ما قلنا فيه نوع منه نسب وفياته آآ كان كله محصور في آآ أفريقيا اللي عامل قلق كله لما ظهرت حالات آآ في السويد يعني 2022 و2023 ظهرت حالات كتير جداً في آآ سويد آآ منظمة الصحر العالمية أعلنت الأربع اللي فات إنه هو حال الطوارئ في أفريقيا وتوجد ليه تطعيم يعني الدنمارك عملت ليه آآ تطعيم وبدأت توجهه لدول أفريقيا عشان ما يكونش مصدر آآ لبقيت الدول التانية أي نسأل أنا من التطعيمات ربنا ينجينا آآ ومنطرش للتطعيمات ربني يستطيع وما يجيش أصلاً إن شاء الله يعني الدولة منتبه نهائياً ولا فيه مصريين ولا فيه أجانب عندهم وده حسب ما أعلن آآ متحدث ودالة الصحر هل هو ممكن يتحول لجائحة زي كورونا الناس خايفة من كده آآ هو العدوة طريقة العدوة بتاعته شوية مخيفة يعني نقدر العدوة بتكون عن طريق سريعة عن طريق يا إما الملمسة المباشرة آآ للميا اللي بتكون موجودة في الطفح ده أو استعمال أدوات نفس الشخص اللي هو المصاب أو يكون فيه ملمسة لسيقة للشخص ده بحيث إنه ممكن الجوزاز أو العطس أو البلغم ينتقل آآ للشخص الأخر اللي بنخاف عليهم قوي الناس اللي هما بتبقى مناعتهم وليلة شوية آآ فدول ينصح إنه حتى كمان الناس اللي هما أصحاب الأمراض المزمنة ولا مين أصحاب الأمراض المزمنة آآ بنخاف على الحوامل آآ بنخاف على الناس اللي بتاخد أدوية بتقلل مناعة يعني في أمراض مناعية بنتطلل نبدي الشخص فيها الدواء يقلل المناعة عنده شوية فدول بنخاف عليهم جدا آآ من الحاجات دي فإحنا بشط الطرق لازم نبتعر عن مصدر العدوى الناس اللي هما مضطرين يسافروا مثلا مناطق آآ زي أفريقيا أو ما شابه يجوز إنه هما ياخدوا آآ جرعة تنشطية من التطعيم بتاع الجدري العادي الجدري الماء العادي ده يساعدهم آآ جدا شوية يعني المطار للسفر لازم ياخد تطعيم الجدري العادي العادي أو ياخد بقى تطعيم اللي هو جدري القرود لو متاح ومتوفر ولكنه هو متوفر إحنا المفروض نخاف ولا ما نخافش آآ إحنا المفروض نكون حاضرين نكون حاضرين ولكن ما نقلاش هو مش جائحة زي كورونا أو انتشر وسريع آآ زي كورونا لازم تلامس مباشر أو تلامس لصيق يعني حتى الحالات اللي ظهرت آآ في السويد كانت نتيجة آآ اتصال جنسي طيب فده تلامس لصيق بيقوله إيه الفرق بين آآ الجدري ده والجدري المائي طيب هو الجدري المائي برضو للأسف الأيام دي آآ منتشر شوية ليه بقى آآ ربما نتيجة إن المناعة بدأت تقل شوية آآ البيروس اتوجد تاني هو الجدري المائي كان مخيف أوي يمكن ده شكل الصورة ده شكل الجدري شكلها لطيفة هو طيب آآ بيظهر على شكل طفح آآ على الجلد لونه محمله شوية يبدأ يعلى عن الجلد ويبدأ تبقى فيه زي مية شفافة آآ في الجلد بهذا الشكل يا الصورة دي صعبة آآ طيب هو ايه طرق العدوى طيب طرق العدوى آآ في الجديري المائي ممكن الشخص يتعدي من الشخص المصاب قبل تظهر عليها اعراض يعني اعراض الطفح ده ممكن قبليها listeners 48 ساعة الشخص يتعدي يتعدي ازاي، اللي ملمسة المباشرة للطفح الموجود وهو المية الموجودة فيه ده او استعمال أدوات المريض نفسه او اتعاده للرزاز اللي خارج من المريض المصاب الفجديري المائي الفجديري المائي فتط حضنته في الجسن ممكن توصل إلى ثالث أسابيع يعني الشخص يتعيدني يعني أنا ممكن أتعيد يوعد ثلاث أسابيع عند العدوى؟ بالزبط يا خبرة بيدا خطير جدا وعد ناس تانية بفترة الحضانة دي أه بالزبط قبل ما تصعر الأعراض بـ 48 ساعة يجي لأم الطفلها عنده جودة دي تقول لي ابني ما تعرضش لحد أبدا يا سيدتي ما تعرضش مبارح النهاردة ولا أول مبارح بس تعرض من ثالث أسابيع فكل فيروس له فرقة حضانة في الجسم السخنية عند مريض الجديري المائي ما بتكونش عالية قوي دايما احنا عارفين أن السخنية في الفيروس ما بتبقاش عالية قوي ممكن في البكتيريا بتبقى أعلى والناس بتتميزها ممكنناش بنكتب علاج أصلا قبل كده لأصحاب اللي هما الجديري المائي ولكن الوقت طرح نديهم حاجات مضادة للفيروس وبنديهم الأهم بننبع عليهم بلاش يغرشوا خالص في المكان اللي فيه الجديري المائي يعني يا حداك مع الخطوات اللي بتحصل لما جديري المائي بيحصل في مدرسة بيقفله فصول كاملة أو بتتقفل المدرسة وده شيء مهم جدا وننبع عليه جدا وننبع الأمهات رجاءا اللي تشك إن ابنها عنده جديري مائي بلاش جديري الأخرين أو عنده سخنية على الأقل سخنية في وقت كان فيه جديري مائي منتشر تغيب ابنها من نفسها بتغيبه ما بين أسبوع لعشر أيام على ما تضطمن إنه ما فيش عنده وما يكونش معدي للأخرين بيفضل الشخص الأعراض موجودة عليه اللي قلنا عليها من شوية دي من أسبوع إلى عشر أيام وبعد كده بيخف تماما والجديري بيجي مرة واحدة في العمر في الثالث بيجي مرة واحدة في العمر وما بيجيش تاني ولكن كان فيه اعتق �رخ حاطئ نحن عايزين الله لا يرجعه الله لا يجيبه يا رب يا رب بس كان فيه اعتق �رخ حاطئ الزماني وإقولك بدن بيجي مرة واحدة في العمر خلان ندي كل الأطفال اللي في البيت لإيه الجديري ده وأطبعا ده خطر وكان وخطأ shamiy اه يعني تعيد وخلاص ونخلص ده كان خطأ شميعا لأن الجديري ده لما بيدخل الجسم بيقعد مستخبي عند بعض الناس في الخلايا العصبية بيقعد مستنى لحد ما الشخص منعته تقل أو سنه يجبر في السن ويبدأ يتحور من الجديري المائي إلى حاجة اسمها الحزام الناري يا ساتر هو ده أصل ده صعب قوي أصل الجديري أصل الحزام الناري هو جديري مائي جديري مائي ما تعليكش مبيني مائي وحط لو تعالج خلاص من البوليس بيقعد قاعد في الجسم بيستخبي في الجسم قاعد إيه اللي يخليه ميستخبي في الجسم هو طبعتك 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 لس يعني وبتتخور من حاجة إلى حاجة طبعا الحزام الناري شيء ده لسه غدار شيء بالضبط شيء مزعج جدا فأنا رقم واحد لازم أحافظ على التطعيم بتاع أولادي مهم جدا نتأكد انهم ما أخدوا تطعيم بجديري لو أنا شاكك لان في بعض الدول ما تتديش الموضوع ده احنا في مصر عندنا تطعيم إجبالي مهم لو أنا شاكك ان الأولادي ما أخدوش ممكن ياخدوا جرعتين تانيين لحد سن 13 سنة مهم فده آآ ده ما أقول جدا ولو في طفل موجود برضو فسط أطفال آآ معاديين بجديري يوجد برضو ان احنا ندي إيه الجرعة التنشطية دي هتساعدوا جدا يعني حتى 12 سنة احنا عندنا فرصة ما هندي جرعات تنشطية عشان نحافظ عليه ان هو آآ ما يتعديش لكن عدى 12 سنة لا ده خلاص ده خلاص بقى بتبقى منعته أحسن ونحافظ إيه عليه وتبقى فرصه آآ مش أقل حاجة أصعب حاجة في الجديري المائي الحفرة اللي بيسيبها بتبقى موجودة في الجلد دي وبتبقى مميزة جدا وعلاجها عندنا احنا كده جابتها بلو بيبقى مش أحسن حاجة وبنعمل لها ليزر وبنعمل لها تقشير جدا ونأكد على الطفل إن هو ما يهرشش نقصوه ضغافه كويس قوي ندلوه حاجات مضادة للحساسية عشان ما يكونش عنده فرصة آآ للهرش يعني دي مهمة جدا آآ لو أقولك أهم من الشغل التأكيد على التفاصيل دي هيعدة هيعدة وساعة ما يكون قشرة ما نحاولش احنا نشيل الإيه القشرة ونحط دائما عليها كلمات ترطيب بيستمذرة عشان تفضل طريقة عشانه الطفل آآ ما يشيلهاش كان فيه برضو اعتقاد خاطئ دايما فيه الجدير المائي يقولك ما تحميش آآ أنا كنت هسألك على الاستحمام هل ممنوع وقت الجدير المائي؟ غير ممنوع الاستحمام غير ممنوع لو إحنا لأن الجلد دايما بيأكله كده بيبقى عاوز يهرش فيه وبتاع فالميا بتهدي أو بتلطى في الموضوع ده بس نأكد على معلومة نهنا في الصيف زي كده نستعمل الميا العادية في الحمى في الشتاء نستعمل الميا الفتكة بلاش الميا السخنة ممكن نستعمل اليه فأبدا عشان منحقش الأماكن المياه وما بتالي ولا صبون ممكن نستعمل للشوف الجلل العادي اللي هو ببقى بتاع الأطفال الأطفال بتاع البشرة الحساسة اللي هو بيكون طبعته جل ونحاول نوزعه بشكل لطيف جدا ونحاول ما نتعكشي الجسم قوي طب بمناسبة الاستحمام هل فيه أكلات ممنوعة؟ لا لا يوجد أكلات ممنوعة ولكن أنا مش عاوز الطفل يهرش فأحاول أبعده عن الأكلات اللي تخليه طوق يهرش حساسية اللي تعمله حساسية زي الفراولة زي المنجة في التوقيت اللي فيه الجديري أو المخللات أو الحياة السبايسة حياة الحقيقة شوية ده ممكن تخليه يهرش فأحاول نبعده عنها تفطي فيه الجديري طيب الطفل اللي لقدر الله قصيبه سلامة الجميع يا رب يغيب كم يوم عن مدرسة؟ طيب من يغيب من سبعة إلى عشر أيام من أول ظهور الطفح الأحمر المميز اللي قدامنا نشتنا من شوية خلينا نقول عشرة أيام خلينا عشرة أيام وده يغيب وده ملكم استريح يا جماعة عشان الأخرين عشان نحمل الأخرين عشان نحمل الناس كلها بالضبط طيب هل ممكن حد يبقى واخد التطعيم ويصبي؟ آه مفيش تطعيم في الدنيا حمايته 100% فممكن فعلا يصبي ولكن لما بتيجي الأعراض عليه بتكون أقل كتير جدا جدا من اللي مأخدش التطعيم أنا ممكن يجي الطفل كده يظهر له بتاع خمسة ستة عشرة آه ممكن يجي طفل تاني جسم كله آآ ملياني الطفل يظهر له حاجات بسيطة ده ده واخد التطعيم فهو مساعده جدا ان هو جسم يقاوم جسم يتعرف على الفيروس وبدأ يقاومه بسرعة أول ما داخل طيب هل ممكن الشخص يصاب مرتين؟ لا آآ فرص يصابته آآ مرتين قليلة جدا وان كان كل قاعدة ليها آآ شواز ولكن الاصل ان هو الشخص ما بيصابش مرتين بالآآ بالجدل المالي طيب احنا آآ موسم الدراسة المفروض خلاص يعني آآ هينت آآ احنا بنتكلم على آخر الشهر ده يعني في مدارس اللغات دكت أحمى عبدون فقال لي أولادي مكرا المدسة أصدقائي آآ الآيجي اعتقد آآ يعني في مدارس خلاص يعني احنا موسم قلاص بدأ للأسف سريعا ايه السلوكيات الصحية اللي لازم نعلمها لولادنا عشان نحمي نحميهم ونحمي نفسنا من الأمراض الجلدية؟ فرقم واحد زي ما قلنا حتى كانت مصابر العدوى استعمال أدوات الآخرين ممنوع وانا نبتا نستعمل آآ أدوات آآ بعض آآ نحاول نرجع لفضل تهم وكنا في كورونا كنا دايما معاولين الأطران من هما الغسيل النظافة العالية درجة قصوى من إعلان النظافة ودي وبصراحة الموضوع بتاع كورونا نفسه علمنا الحاجات دي كتير استعمال الكحول من الوقت للتاني طبعا آآ مهم مهم التلاثق اللي هو التلاثق اللي هو اللسيق دا الجابد دا نحاول نقلل منه واللي يقدر آآ في الأماكن الزحمة وفي المستشويات يلبس ماسكي يلبسه آآ مفيش أي مشاكل خالص تمام ونتأكد بس إن كل واحد بلده يأكد من آآ من أدواته وآآ أي حد يزر عليه سخنية ولو بسيطة آآ نغيبه لحد ما نتأكد إنه ما عندوش حاجة إن شاء الله ربنا يحفظنا جميعا آآ دكتور ماهر أسعدتنا ونورتنا إن شاء الله على بعد بلقاء الأسبوع الجاي إن شاء الله تنورنا ونشوفك على خير وآآ دمتم آآ بخير ويا رب كل أمنيات الحب والسعادة والصحة والستر من الستات لمشاهد الستات دمتم بخير نشوفك على خير بكرة يوم جديد والستات عن نهار اشتركوا في القناة